الى الجزائر حيث النفط والغاز والحدود الطويلة مع الجارة ليبيا شد الرحال عبدالفتاح السيسي اول رئيس منتخب بعد الانقلاب العسكري في اول زيارة خارجية له منذ وصوله الى السلطة لقاءة متعددة عقادها السيسي بمجرد وصوله بدأها بلقاء مع رئيس البرلمان الجزائري الذي استقبله في المطار ثم لقاء اخر مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة واضعا صوب عينيه تحقيق صفقات اقتصادية وسياسية تضمن له توطيد حكمه اقتصاديا ينعقد الامل على استيراد كميات من الطاقة باسعار زهيدة تحفظ ماء وجهه في طل زيادة الاستهلاك المتوقعة في رمضان المقبل وسياسيا فالاوضاع في ليبيا وما يسمى بالحرب على الارهاب والعلاقات الثنائية كلها امور تحتل صدارة المباحثات نطلق تفاهم حقيقي ورؤية مشتركة للمصالح المشتركة وللقضايا المشتركة والتحديات المشتركة الموجودة بين نصر والمنطقة والجزائر والمنطقة احنا في مشكلة موجودة للارهاب عايزين ننسق المواقف فيها زيارة السيسي تأتي بعد زيارة قام بها وزير البترول المصري الى الجزائر واسفرت بحسب موقع جريدة الشروق الجزائرية عن موافقة بوتفليقة على تزويد القاهرة بالغاز الطبيعي بنصف ثمنه العالمي تقريبا صفقة تقول عنها الصحيفة ذاتها ان الجزائر تتصدق بها على السيسي ومن هذا المنطلق فان زيارة السيسي الى الجزائر يراد منها كسر العزلة التي دخلت فيها مصر بفعل الاضطرابات التي عرفتها عقب عزل محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب وتدهور محيطها الامني باتجاه سوريا والسودان وليبيا اضافة الى تشابه التجربة السياسية في البلدين عقب الاطاحة باول نظام مدني منتخب في البلدين من جانب الجيش اشتركوا في القناة